أهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث من المحاضرة الثانية من مقرر تقنيات تصوير الطبي موضوع المحاضرة الثانية هو عن التصوير بالموجات فوق الصوتية نستكمل حديثنا عن موضوع التصوير بالموجات فوق الصوتية بعد ما تكلمنا عن فكرة العمل وتكلمنا عن مواع التصوير بالموجات فوق الصوتية نستكمل النهاردة بتعريف الأجهزة الحالية وقراءة الصور أول خطوة عشان نبتدي نفهم الصور بتاع الموجات فوق الصوتية نحن نفهم الأساس العلمي لنعكاس الموجات فوق الصوتية الموجات فوق الصوتية بتنعكس عند مقابلاتها لاختلاف بين وسطين وبتختلف نسبة الموجات فوق الصوتية المنعكسة باختلاف الكثافة والمرونة بين الوسطين دول يعني لو إحنا بصينا مثلا على الوسطين دول كانوا بين الكبد والكلية هنلاقي نسبة الانعكاس حوالي 6 من ألف بين الكبد والطحال حوالي ثلاثة من ألف يعني ايه ثلاثة من ألف يعني ايه ستة من ألف يعني فيه ستة من ألف من الشدة بتاعة الموجهات فوق الصوتية اللي احنا أرسلناها بتنعكس والباقي بيكمل بعد كده في داخل الجسم فلما بيكلم على بين الكبد وبين الدهن بيكلم على 11% أكتر بكتير جدا من الاتنين بين الكبد والعظام بيكلم على حوالي 60% يعني 59% بنتكلم بين الكبد والهواء حوالي 99% فبنتكلم ان احنا عندنا في الحالتين دول عندنا الحياة مشكلة ليه عندنا مشكلة لو انا تخيلت دلوقت ان انا عندي وسطين بالشك ده كده انا ببعث شدة الموجهات فوق الصوتية مثلا 100% اللي برجع لي هنا 10% اللي هي النسبة لناكاز دي اللي بيخش جوه بيدخل لي جوه 100 ناقص 10% يعني لو تخيلت ان انا عندي هنا الوسط الاولاني كان مثلا كبد الوسط التاني هوا يبقى معناك كده النسبة اللي برجع لي هنا 99% يبقى النسبة اللي داخلها جوه 1% 1% دي معناها ايه؟ معناها ان هذا دلوقتي ده الموجهات فوق الصوتية دي اللي داخلها بعد كده بتصوير يعني هي دي اللي هتصور بيها الانسجة اللي بعد الوسط التاني دوت فمعناك كده لو فيه اي انسجة من هنا موجودة هنا الشدة بتاعت الموجهات فوق الصوتية اللي داخلها دي هتبقى ضعيفة جدا لن تسمح ان احنا ردنا نصور الانسجة اللي موجودة بعد الهواء اللي موجود دوت نفس الكلام الحقيقة بالنسبة للعظم نفس الكلام 60% بيرجع يبقى معناك كده 40% بيدخل وللأسف طبعا لو احنا يعني هنشوف بعد كده ان العظام نفسها كمان بيبقى يحصل فيها ثق دي جامد جدا الموجهات فوق الصوتية فبالتالي برضو عندنا مشكلة مع العظام فاحنا يهمنا ان احنا هتكون النسبة بتاعت الانكاس صغيرة لتتيح للموجهات ان تنفذ لمسافة كبيرة في الجسم لو النسبة ما كانتش صغيرة لو كانت النسبة زي ما احنا شايفين هنا كده يبقى معنا كده هتتوقف الصورة عند الوسط اللي هو حصل فيه نعكاس كبير بالشكل اللي هنشايفينه هنا ده وهنشوف الكلام ده ده وقدي بالامثلة دي امثلة الحقيقة لنعكاس الموجهات فوق الصوتية لو انا عندي مثلا صورة للصدر الصدر بيقى فيه عندي العضلات اللي هي العضلة الصدرية وفيه عندي هنا مجموعة العظام بتاعت القفص الصدري وبعد كده فيه طبعا هعافين تحت القفص الصدري بيقى فيه عندنا الجزء اللي فيه الرئة فهنلاقي احنا نشايفين الجزء اللي فوق كويس قوي الجزء اللي فيه هو heeft الجلد وتحت الجزء اللي فيه الدهون بتاعه لتحت الجلد والجزء اللي فيه العضلة بتاعت اللي هي العضلة الصدرية من اول الجزء بتاع العظام ما بنشوفي شيء حالص اي حاجة يوجد صورة بقت اسود لونها اسود نفس الكلام هنا برضو بالزبط الجزء م에도 للذبطментकين فيه adalah صورة canta정 cornea ata بعد العظام بتاعت القفص الصدري ونفس الحكاية برضو الحقيقة في الجزء اللي بين الايظام بتاعت القفص الصدري فيه هنا برضو بعض الانسجة اللي تطور الرخوة بعدها او لما ندخل في الجزء اللي فيه هوا بنلاقي الصورة اختفت تماما فاي جزء فيه ايظام او جزء فيه هوا ما بنشوفش حاجة بعد كده خالص صورة الموجات فورصة صوتية بتتوقف بعدها خالص دي بنسميها ظاهرة التظليل ظاهرة التظليل دي معناها انه بيسموها شادوينج معناها دلوقتي باكننا عندي الجزء اللي هو فيه ايظام او فيه هوا او حاجة زي الايظام والهوا زي الحصوات مثلا هنلاقي انه اكن فيه وراها خيال ليها كده او فيها ظل وراها الظل ده بيخلي كل الانسجة اللي وراها غير مرئية ما نقدرش ان احنا نشوفه ده مثال مثلا بنستغل فيه بقى الخاصية بتاعت التظليل دي لو انا بصور مثلا جزء من البطن مثلا وكان فيه مثلا حوصلة المرئية مثلا ولقيدي ان فيه عندي هنا حاجة ظاهرة بالشكل اللي احنا شايفين وهنا دوت وراها ظل يعني واضح هنا كده زي ما احنا شايفين اكن فيه ظل وراها هنا بالشكل ده كده فالحقيقة الظاهرة دي في الحالة دي تعتبر قيد علينا ما نقدرش نصور بس في حالات زي كده بنقدر بيها الحقيقة نستغلها ان احنا نقدر نشخص وجود حصوات في اماكن مختلفة من جسم الانسان زي موجودة في الحوصلة المرئية او لوكات موجودة مثلا في الكيليا نقدر نشخصها بمنطقة البساطة عن طريق ظاهرة التظليل اللي موجودة عندنا في الصور موجود فيه الصوتين فيه ظاهرة تانية الحقيقة لا تقل اهمية عن الموضوع بتاع الانعكاس ان احنا عندنا الموجودة في الصوتين هي دخلة داخل الجسم بتفقد قدرتها يعني كل ما دخلنا مسافة اكبر داخل الجسم بتفقد الموجودة في الصوتين الطاقة بتاعتها وبيعتمد الفقد دورة الحقيقة على المسافة بتاعت الاختراق وعلى التردد بتاع الموجود يعني كل ما التردد زاد يعني لو بتكلم مثلا انا بقى بعد موجودة فوق صوتية ترددها مثلا اثنين ميجا هيرتز وواحدة تانية اربعة ميجا هيرتز بلاقي ان يعني الاربعة ميجا هيرتز بتبقى الفقد القدرة بتاعها بيبقى اسرع بكتير جدا من فقد القدرة بتاع الاثنين بيختلف الفقد دوت حسب نوع النسيج الحيوي فبنلاقي مثلا بالنسبة للكبد بنلاقي الفقد لكل سنتيمتر حوالي .4 ديسبل بالنسبة لعضلات بنتكلم على حاجة اكتر شوية بس مش بعيدة برضو يعني .57 اللي هي 57 في المية في المية ما بقاش فيه اي فقد خالص المية بتبقى ممتازة جدا بالنسبة للموجودات فوق الصوتية تمر فيها لانها ما بتفقدش منها تقريبا اي حاجة خالص في الدم بيبقى حوالي 15 في المية بيبقى برضو يعتبر وسط لا يعني يفقد فيه لا تفقد فيه موجودات فوق الصوتية العظام بقى بنلاقي ان الفقد لكل سنتيمتر حوالي 22 يعني كلمة 22 ديسبل دي رقم كبير جدا بالنسبة لبقية الانسيجة التانية فمعنى كده ان احنا حتى الجزء الصغير بيخش عندنا من الموجودات فوق الصوتية داخل العظام بيفقد سريعا جدا نتيجة لنسبة الفقد العالية جدا اللي موجود عندنا في العظام فنلاقي ان احنا عندنا نعتبر الكبد والعضلات دول الفقد بتاعهم معقول نعتبر المية والدم الفقد بتاعهم قليل ونعتبر العظام من الفقد بتاعهم عالي جدا جدا فنتيجة للفقد دوت لو احنا بصينا على لو احنا بعتنا مثلا شدة معينة في الاول بنلاقي انها بتقل بشكل يعني سريع جدا بشكل احنا شايفينه كده مع المسافة في العمق بتاع النسيج الحائر ننظر مع بعض كده على مثال على فقد قدرة الموجودة فوق الصوتية الحقيقة فيه ظاهرة بنسميها بقى ظاهرة تعزيز الصدى وده الحقيقة عكس ظاهرة الشادوينج عكس ظاهرة التضليل اللي احنا تكلمنا عليها من شوية وده الحقيقة خاصية اشخصية هامة جدا تدلنا ان وجود اكياس مائية موجودة عندنا اللي بيحصل حاليا بالنسبة لان احنا عندنا لو في عندنا مثلا داخل الجسم في عندنا شكل داخل الجسم بالمنظر ده واحنا مش عارفين نوع ايه مش عارفين ايه اللي داخله لما بنلاقي نورا ظاهرة تعزيز الصدى يعني الصدى اللي بعدين لقين هو اعلى من اللي جنبيه بنعرف ان الموجودات فوق الصوتية اللي عدت هنا حصل لها فقد اكتر من الموجودات الصوتية اللي عدت هنا وده الحقيقة يعني ممكن برضو نحنا من الشكل اللي هو الدائري المنتظم دوت ممكن نستنتج نده مثلا لو كان ده ورم في مكان نعتبر ان هو ورم حميد وان هو كيس مائي نفس الكلام هنا برضو لو بتكلم مثلا على حاجة في الجول بلادر دي حاجة طبيعية بقى لو الجول بلادر بتاعتنا هي الحوصلة المرارية ممتلئة بنلاقي ان بعدها برضو بنشوف ظاهرة تعزيز الصادة برضو نتيجة نهية برضو بيبقى فيها اللي هو العسارة المرارية بتاعتها بتبقى يعني بنتكلم ان هي قريبة جدا من المياه في الخصائص فمعنى كده ان هي المجادة الصوتية اللي عدت في الاتجاه ده كده مختلفة عن مجادة الصوتية اللي عدت في الاتجاه ده كده نتيجة المجادة الصوتية اللي عدت هنا ما تعرضتش لنفس الفقد اللي حصل في الاتجاه اللي هو التاني اللي كان هنا دوت فدي برضو دي حاجة طبيعية بالنسبة لنا بنعرف بها إذا كان حوصلها المرارية ممتلئة وغير ممتلئة في الحقيقة نتيجة لأن الفقد القدر دوت حاجة مهمة جداً وتحصل في كل الحالات فمن المهم جداً إحنا يبقى فيه عندنا في أجهزة الموجات فور صوتية تقنيات تسمح بتعويض الفقد دوت فالحقيقة في الوضع الحالي بيتم إضافة التعويض المناسب بواسطة الطبيب من لوحة مفاتيح الجهاز بيفيه عندنا جزء من المفاتيح كده بالشكل هنشايفينه هنا دوت وده بيتحكم لنا في تكبير الإشارة بتاعة الصدى مع المسافة يعني بيخلي كل ما المسافة زادت كل ما كان تكبير الجهاز للإشارة الراجعة دي بيبقى أكبر فبالتالي لو إحنا مثلا شفنا صورة كانت كل التكبير بتاعة كل الأجزاء المختلفة كان زي بعضه هنلاقي إن الصورة دي كل ما بننزل تحت في العمق نلاقي إن الصورة بيبقى لونها أغمى لو إحنا خلينا الشكل بتاعنا بالشكل ده كده يعني هنا في تكبير قليل وهنا أكتر شوية وهكذا لما نوصل هنا يبقى تكبير كبير جدا هنلاقي إن الصورة بتاعتنا بقى شكلها أحسن بكتير زي ما إحنا شايفين هنا كده نلاقي إن الصورة في الأجزاء اللي فوق والأجزاء اللي تحت ما بتختلفش بالمسافة المختلفة عن بعضيه يعني ما بحسش إن أنا هنا عندي إن الشدة بتاعت الموجات فوق السقطية اللي راجعة مختلفة هنا عن أي مكان من أماكن الداخلية اللي هنا وبالتالي بقدر أشوف صورة شكلها تشخصيا أحسن بكتير قوي من الصورة اللي أنا ما حطيتش فيها خالص تعويض لفقد قدرة الموجات فوق السقطية دي الحقيقة بيبقى عن طريق الزرائر اللي نسميها في الأجهزة الزرائر بتاعة TGC أو Time Gain Compensation يعني تعويض الزمن يعني في التكبير الحقيقة أول واحد بيبقى عبارة عن المسافة أو العمق الأليل وآخر واحد بيبقى العمق الكبير وهنا كل ما أنا حركت ده لناحية اليمين كل ما كان التكبير أكتر وكل ما حطيته ناحية الشمالي بالتكبير أقل في عندنا مشكلة حقيقة برضو لازم نلاحظها إن إحنا ما ندرش نكبر كله يبقى هنا على الأقصى حاجة ونقول إن ده هتطلح حاجة كويسة لأن الأسف الجزء اللي هو القريب قوي دوت يعني بيحصل له تشبع يعني منلاقي إن هنا الجزء دوت فيه إشارات عالية جدا كل الحاجات اللي هنا عالية جدا فما درش لو فيه هنا حاجة مختلفة مختلفة ما بقدرش أميزها فيستحسن أنا حط التكبير بتاعي مختلف بين المسافات المختلفة في العمق وبعضيها لشان أقدر أميز الأجزاء العمق بتاعها قليل والأجزاء العمق بتاعها كبير كلها بنفس الشكل ما بقاش فيه اختلاف بينهم نهائيا في الحقيقة الأشكال بتاعة أجهزة التصوير الموجودة فوق الصوتية الحقيقة متعددة وبنتتراوح بين الأجهزة اللي هي تعتبر يعني ممكن لو أحد يمسكها في إيده يعني حاجة زي مثلا أكن أتكلم في حجم كتاب مثلا لأجهزة بنسميها بورتبل يعني ممكن شخص يمسكها بإيده يعني يعني ممكن تبقى حجم مثلا شنطة صغيرة للأجهزة اللي احنا بنسميها متنقلة اللي هي بشكل ده كده اللي هي تعتبر أكبر أجهزة اللي هي موجودة عندنا وطبعا كل واحد منهم بيبقى له مزايا وطبعا حسب الاستمال بتاع الطبيب نفسه وتطبيق اللي هو بيستعمل فيه الجهاز ممكن يبقى واحد منهم أحسن من التاني طبعا كل الأجهزة دي بيبقى لها عدد من المجسات مختلفة عن التاني وكل مجاس الحقيقة بيبقى متخصص في نوع من أنواع الأنسجة مختلفة عن التاني أو له استعمالات مختلفة عن التاني الأجهزة الصغيرة قوي دي الحقيقة طبعا بتنفع جامد جدا لو احنا ما يتخيل مثلا احنا عندنا عايزين مثلا نروح بالجهاز دوت لشخص مثلا في عربية اسعاف فطبعا مش مش من السهل علينا نحط في عربية اسعاف جهاز كبير بالشكل ده ده بالنسبة لنا يعتبر جهاز مثالي في حاجة زي كده ده نفس الكلام هنا برضو لو وبنتكلم مثلا على القرى والنجوع والحاجات زي كده ممكن الطبيب ياخد الجهاز معه أكل نشانطة ويتنقل بيها بين الأماكن النائية وما يبقاش عنده مشكلة الحقيقة ان هو يقدر يوصل للمرضى بتوقف أي مكان الحقيقة الأجهزة الصغيرة اللي زي كده دي أرخص أجهزة موجودة يعني ممكن الأجهزة دي نقدر نشتريها بأرقام أولئلة جدا الأجهزة اللي هي الصغيرة خالص دي الحقيقة تعتبر نتيجة التكنولوجيا بتبقى أعلى شوية بتبقى غالبا غالية ما تبقاش رخيصة خالص الحقيقة الأجهزة الكبيرة دي تتراوح طبعا من يعني بنتكلم مثلا من أول مثلا بكلم على عشر وتلاف دولار مثلا ممكن نوصل لغاية مثلا نصف مليون دولار مثلا بس ممكن برضو نلاقي الأسعار بتاعت الأجهزة دي الحقيقة يعتبر أقل بكتير جدا من الأجهزة الأخرى بتاعت تصوير الطبيب في عندنا تطبيقات متعددة لتصوير المجال فورصاتية أولا طبعا تصوير التشريحي اللي ما احنا نحصل بيه على صورة بالشكل ده كده مثلا دي صورة للبطن مثلا دي فيها الكبد وهنا الكريا واضحة ونقدر نمايز إذا كان فيه أي مشاكل صحية وأي تغيرات مرضية موجودة فيهم وطبعا ممكن من الصورة دي نقدر برضو نطلع بيها نحطها بشكل ثلاثي الأبعاد أو شكل ربعي الأبعاد لو احنا نحب بيها ممكن برضو نصور العواية الدموية والقلب زي ما احنا شفنا فيه تصوير بنظام دابلر أو نظام دابلر ملون ممكن نطلع صورة بشكل ده كده فيها التصوير التشريحي موجود وعليه التصوير بتاع الدابلر الملون وناخد جزء معين برضو داخل الصورة دي ونقدر نبص عليه بشكل الدابلر اللي هو شكل بتاع التغيرات بتاعت السرعة بتاعت الدابلر بحيث نحنا نقدر نشوف برضو إذا كان فيه تغيرات مرضية في السرعة أو لا ممكن نستعمله حقيقة برضو بتصوير مساعد للجراحة يعني ممكن هنا مثلا لو حد كان عاوز ياخد عينة من الكليا بنقدر نشوف الإبرة اللي بيدخل بها ياخد العينة بحيث نضمن هو بياخدها من المكان السليم وطبعا ممكن الموجات الفلساطية برضو بتستعمل في التصوير داخل الجراحة نفسها كمان لو احنا حبينا نقدر نشوف بعض يعني نعمل مسح لبعض الأعضاء الحيوية داخل الجراحة والحقيقة ممكن برضو نستعملها في تصوير مرونة الأنسجة نحن نقدر ناخد صورة بالشكل ده كده صورة تشرحية عادية خالص ونقدر نحسب منها المرونة بتاعة أجزاء المختلفة في الصورة دي بتتم نحن ناخد الصورة نفسها قبله بعد ضغط يعني نقدر نضغط شوية على المكان اللي احنا بنصوره وناخد صورتين وبنعمل بعد كده معالجة للصور دي ونقدر نحصل بها على شكل ملون بالشكل ده كده يقول لنا الأجزاء اللي موجودة إيه اللي مارن فيها وإيه اللي غير مارن طبعا دي مفيدة جدا نحن نقدر نتعرف بها على الأورام نتيجة الأورام بيبقى المرونة بتاعتها مختلفة عن مرونة الأنسجة اللي حواليها فبنقدر نميز الورام بشكل واضح ونقدر نتعرف على نوعه من صور بتاعة مرونة الأنسجة أشكركم على حسن المتابعة ونتقى في الجزء الرابع والأخير من المحاضرة الثانية إن شاء الله